مرحبا بكم شكرا بزاف على رسائل ديركم شكرا للناس اللي كتبونا على اليميل اولا في كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي لقاوها شكرا للتعليق ديركم اكيد بأننا كنهتمو بكل ما بكشي اللي كتكتبو وكنقرأ وكنستفدو منو كي يحرق شوية الاسميتو دير الموخدين قضية صديقي وصديقنا جميعا الان ان قضية صديقي الكورينير ليست قضية ابتسام وحدها بل تعني كل المغاربة الاحرار او المغاربة الاحرار فقط من اللي كنتكلمو على الشهود قي يجي واحد كيقولون اه لا الشهود رالي مشارة غدي شدو يعني انت كتدفع في اتجاه الاخر ضد يعني عرقلة العدالة مشي مساعدة العدالة او مساعدة قضية التحقيق او السلطات اللي كتجريها للبحت كتحاول تعرقلي هالخدمة ديلها دول عرقلة ديل الصح احنا تكلمنا وقلنا يا باشر ان الشهود اللي كيمشيوا اليوم يشهدوا في القضية ديل نور ديل العطور اللي يرحموه هما ناس اللي شافوه مشي شافوه انك يقتلو يشافو انك يقتلو رصافر دكشي رهبين بين حسب التحليلات وحسب المعطاية دكشي رهبين كنقولو الناس اللي شافوه اللي شافوه مع الجج اللي شافوه مع ربعة اللي شافوه دخل دارو خارج اللي شافوه كلا عقوبات لهم يحزنون هما كيرعبون الناس يعني لما نخدامي يعني تقول يا خدامي كان عودون القضاء نقول لكم بأنك تعرقلوه خضنا ديل القضاء انما كترعبون الناس تقولوا ما تشهدوش ره الناس مش هوا يشهدوش مقتلو رأسهم لماذا يحللناها اكتر من المرة وقلنا او ديرها في 2018 فشمات المرحوم ره ممكن لكش مشي تمول ره شفتوه في القهوة ره شفتوه في القهوة كرة داركسيدا بالليل حسب السيناريو اللي كان انا داك فهما الخوات اللي ما فهمتوش حاجة يقولوا علي باش نعود نرجالي يعني في 2018 فشمات منهم الشاهد واحد من الشهود اللي يمشى مؤخرا بغي يحماق انه شابه معاستوش حاجة تصبح الناس كيقولوا داركسيدا البرح بالليل اذا من اللي كل شي يقول داركسيدا واحد يبقى يقول بيمكنش عنش تو علاش لان ذاك الوقت كل شي يقول لكسيدا واجدك السعاغة مشوا يقولوا لا را تقتل صحا وخالبوا ليز دير المحضار وقالوا ره مات وكذا بوحدك غا تقول بيمكنش في 2021 مليت صنفة القضية على انها جريمة قتل راح نساق لي خبار ابتسام وعمامها وعمامتها وذك الشي المحيط الصغير دي لهم خرجت ابتسام هذه شهرين لإعلام وصلتنا الخبار ابتسام وعبدو ربيه وآخرون من الشرفاء المغاربة والشريفة اذا من لي انشر الخبار على انها جريمة قتل وكانت على الشكل الآتي كذا حديثت سي طيال الاخير الناس هتقالوا ورعنا هنا شتوف الصبح وشتوت خل بالليل وشتو خرج وشتوف واحد القهوة وشتو وقف مع واحد خينا ولا مع واحد خيتيك يمشيوا عند القاديك هو السيد القادي تباح لي رعنا عاد سقطت الخبار السيد مسكين نهار يسقطو مات رعنا في الليل كتشتو هنا وشتو هنا ماشي شافوك يدبحوه ولا شافوك يقتلوه وإلاها وإلاها شو جدي النقاط ورعنا نتحولوا حل موضوع آخر هوا مثلا فهذه القادية بعد أن نقدوها كما أخصنا نقولها هي مثلا قضية دي العطور اللي يرحموا هوا ما كين شهود كين تشجيلات استوطيها كده أطار فيها السيدة اللي تهموها على أنها يعني عارفة كل شي شهود خرين سواء اللي جوا بشكل تلقائي أو اللي صدعهم سيتقاضي التحقيق وملي كان تكلموا عن الشهود را كان تكلموا على زوجة دياله كان تكلموا على ابتسام كان تكلموا على آخر وكان تكلموا على الناس اللي جوا تلقائي يلو الناس اللي على برها العائلة اللي صدعهم قاضي التحقيق أو اللي جوا بتلقائي في أفضل فهو ما يكو إذن كانوا حي الباجاج حي مجموعة دي الأشياء اللي عند قاضي التحقيق هتبقى سرية ديالها ما كانوا تكروش تال خدمة دياله ومش نخسروها له ديال خدمة ما مش نخسرو الخدمة دياله لا نعاونه في اتجاه أن القاضي تحقيق يخدم ويلقى الأمور دياله ويسير العمل دياله إلا ما عاوناش ما غنضروش إلا ما عاوناش ما غنضروش فبالتالي الشهود فاشكت كانت تكلم أنا على المعطيات هذوك الشهود تكلموا معي أنا اللول أنا التصلوا بياه يعني قبل ما يشوفهم القاضي الناس ما كان عارفوا مش ومشاو صرحت لي هم صرحوا لي يا عاودوا لي كل شي صرحت لي هم ومشاو عند قاضي التحقيق وده وما خرشت القرم ديال المعلومة خرشت بأن المرحوم تشاف في مكانين ما عند بعدي مكلي نقولها لكم وما ذكرش المكان وما قلتش كل يشافوا ولا من أي زاوية شافوا واش من السما واش من البراشيت واش من تحت الأرض واش من فوق الأرض انت واحد ما عارف وكالمعلومة راسحة ما بقى من التفاصيل وكعارف الصيد قاضي التحقيق تفهمنا؟ أجدروا ذاك الوقت هذا الأندال هذا واذاك دادي وقال لينا ذاك دا جوز طنوبيلا كبيرة طنوبيلا صغيرة ربعض ديب نجات خمسة دا يعني يحاولوا يبخصون الخبر إلا أنت في المغرب أو في المريكان أو في الجابون أو في الشينواء وما قلتش تجيب جرام ديال المعلومة هذا كسوقك لكن ما تضر في المعلومات ديال وحدين أخرين بالتالي من اللي يعرفوا بأن المعلومة صحية بقولوا كي يناقشوها يواخر لي ما تناقشها شي يكما ستبقتهش النهار الأولى هذه اللولى ببراكنا نتكلم لكو حل الجروب ديال لوسخ اللي معروفين في قضايا أخرى مع منا تكلمت على قضايا ديال ناس هكا حكا مع لكشيد المغرب وعندوه مشكيل عندو كذا كين بزاف ما يتقال أنا إلا خرش عني بزاف ما يتقال لأعلم مستوى ديال القضاة اللي رشاوية كينين رشاوين كينين اللي شدين الملفة ديال الزواج وديالطلاق عشر سنين كينين ناس مؤسسة معينة كينين نعرفون كيش الدرشوة شكوان ديال ما كعرفش المغرب شكوان ديال يجي تزايد معانا يقول كلا ما كين شادش شكوان ديال مالك ما ليناش بما أن هاد القضية ديال كونينور ديالعطور كينين يمتزل في المعطيات كين الشهود كين تحقيق كالأديلة كين 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 وحن مجموعة عادية الأشياء قادرة عندو دكش عديش ينتكلمو عليها ومعديش ينجبدو فيها مرة مرة المحامية كتصرب شي حاجة مهم ما ليناش وبقى القضية وقفة واحد يقول لك بلاتر باقي الحال هنا ثلاثين عام أشريف راه هذاك اللي قلت طريق اللي حكموا عليه بالمؤبات في ديالقاضية راه أنا منشتل زمال القصة كيف صرف قديك نشوف أولا بأنك كين شهد هتشهد دفع شكل روصة وديزبها وهذا شي صندوق وما شافوش شنو كين في صندوق يعني بنت المشاهد لأمون غايدا زنتما ذاك صندوق الديزبير هو ذاك بناد من الميت اللي درنتما قاضية أخرى أما المرحوم راتشاف بلحمه ودمه في سيارة ما في مكان ما قبل أن يتم نقله إلى عيل مكان حيث وقعت هذه الحادثة ما بين المزدوجتين وهذا الشي اللي قالوا الشهود اللي شافوه في ذاك الصباح ينطبق على ذاك الشي اللي هو موجودة تشجيلات لقدمتهم المحامية وابتسام والعائلة ديالعطور إلى قضي التحقيق طريقة للكلمات ها؟ لي قريتهم كلمات بعدما تفرق قريتها قريت المحتوى ديالعو مشي سمعت ما قريت تماما تتماشى وتتطابق تماما مع هذاك الشي اللي شاف الشاهد وسمحوني نانسيتون في كروكو ما رمعدناش مشكلة نكرر لهذا رب المرحوم فاش تشاف كيفاش تشاف تشاف بتجاكي تاق هوية وسروان باج من اللي رنشوفه في الكسيدر على بعد المكان فيه كان في ذاك السيارة والدار ديالو قلناك هنا عشرة كيلومتو هيكي نغي سبعة وثمينمية مترو نعطوها ليكون بسنتيمتايلة بغيتهم تلقا بجلابة وستروال باقي باجا زاكتها في المشات شكول لبسو الجلابة وجلابة في الدار ديالو كينا باللاتي حيث رخصوش يوحدين كيتفلسفوك حساب اليوم ورعدنالقرون كالي كوكال لاردك جلاب ركي هزا معه في طموبيلتو مزيان هو اساسا ما كانش في طموبيلتو كان قاس في طموبيلتو أخرى يليك طموبيلتو صغيرا تجدها قوية وجات واحد طموبيلتو كبيرا يمشوا يشوفوا تعمن لا يشوفوا تعمل قضية كتهم البلاد كتهم البلاد يعني ما كيهمني شهادك شكونا هو ولا شنو المرتبة ديالو ما كيهمني شنو همني المغريب شوفوا ديال من ذيك السيارة لا يشوفوا تعمل أو لا يشوفوا تعمل أو لا يشوفوا تعمل أو لا يشوفوا تعمل ركب العطيفة الزيادة وطربيق الخاوي اذا ما كنت يجانا مرحبك تعمل لديت تعمل كانت تعمل وتعمل واتنون ووضع ان تمت تعمل تعمل ستعمل كذلك وكيف كنت تعمل تعمل وحيث و جلبة تلبسات البارح كنشوف الصور و كنعاود كامل كنحلل جلبة سمحولي نستعمل الكلمتكي كنقوله مع انا جلبة تحت من مؤخيرة دياله هكذا بعشرين سنطيم اخوان الله يخليكم لما ديروا الجيم لهاد العجيم هادا راكي يتخلو اي ديروا ذاك الاسميته باشي وقعتش زاقي شنو قلت؟ جلبة لابسة يعني يلا حبطة على الحزام عاد لقيت الجملة شوية زويلة الحزام باشيين سنطيم هكذا ولا خمستاشر سنطيم اذا كان واحد الراجل لابس جلبة عكذا جلبة نزلتها هنا و تم غادي طاح طاح غيتها هكذا على الارض غيني عيس على الجلبة كاملة ماشي غتكون فوق من الحزام فوق الحزام اللي يتخشت ليه و تهزاته بقي بين البلاصة منين بين البلاصة زا ما ديال الزاد واحد جوج دماء اللي كان يتمه ونش صورة كلور دماء اللي كان يتمه في البلاصة اللي كان الراس ديالو الى ما نقول لكمش قد هكا ديال الدم ما كانش والراس ديال البنادم او الشخص الراجل البالغ فيه ما بين خمسة وستيطرو ديال الدم والراس هو اللي كيدور في الدمو هاتش راجلنا زائد على ذلك راجلنا اللي براح في تحليل مع الأستاذ داركي المتقايد من اللي غادي كيد تضرب نشتك سايد موتور ضرب فراسه دم رغادي بسارة تل نقولوا تلود نهيكا على ذك المياه اللي كان في القودرون رفوز الشتام اللي كتصب باللي غيش ويا رشات وذك شي والأرض فازقة ديال القودرون فيها الماء إلا تزاد عليك الدم غا توليك الرقعة واسعة ملك الدنيا وكل الحمرة بالدميات والدم ما كانش في المكان ديال الكسيدة وانا هاتش باش كنقول بان ما قنعنيش بانا كانت كسيدة يا الله قدرش واحد يقولوا انا ما قنعنيش بانا كانت كسيدة كل التحاليل اللي درنا مع الناس اللي مختصين كده كده ما كانت كسيدة لنا السيد ما ماتش لنا السيد وصلت لنا ميت دماء اللي كانت مقترح داراسه بعد واش دموه لماش يدموه ما نعرف جمع وكانت تشجيل المعنية بالأمر اللي هي متهمة كانت تقول بأن الطنبيل فين قتله عامرة بالدم عامرة بالدم إيه الطنبيل فين قتله مش دياله مش الطنبيل اللي كارهة طنبيل الآخرى ديك طنبيل الفناية ما تركوا لديل عرفوا شحال هذا التحقيق عنده ما يوفيد في الموضوع فبالتالي ما يجي شي واحد يبدأت تستعلينا يقولك وابللتي وبشوية لنا ما زربناش وهكذا العادة لخصة تقول الكلمة ديالها فهذا الموضوع ومن لك نقوله الصراحة أنا عارف من أن الصراحة كتضر ولكن سعدين نقوله الصراحة وقلنا دائما صراحة وما غديش نكونوا منافقين لكي نضروا بلادنا حيث اللي كي يبغي بلاده يقول لأن هذا أمور داخلية ديالنا آه بكراغلية دو 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 دا دا هذه كلها هدرة خاوية هدرة خاوية بش ما تكونش هدرة خاوية وبش ما تدرش صورة ديال البلاد قلب الآية نقول خصوة تتحقق العادلة بش أنا ملقى ما نقول وقال واحد كي يقول لك بلاتي كسما بدا بلاتي رانسيطة بلاتي رانسيطة يسمى الولياء سمحوا لي هم تفكرة سمحوا لي هم تفكرة هل كلمة راه سمعتها بقيت كم ضحك قبيلة يعني واحد تفكير راضيكالي ولا مش نو قاله هو يا مش راضيكالي نو بحلي متعصيب ينزعم ما هو لش حلي حلي متعصيب وأنا روطني حتى النخة قبل منك ما غديش يمتزيد معاك ولا نشرح ليك أبنى دمال بشار مؤسسة المغرب كاملة كتعرفنا مشي عادل يوم يا الله سنوات مشي هنا في اليوتوب في الواقع معاك التاني اسم حولي نهيق عليكم التانتون واش ندر لكم جريمة قتل دير مواطن مغربي اسمته نورد للعطور ها هو وجريمة قتل ضد موظف في السلك دير الشرطة الكونينير نورد للعطور ها هي والطريقة بشكل هاد الشخص اللي هو مواطن وشرطي من هاد الرتبة بهذه الطريقة وبهذه المعطيات الخطيرة إذا نريد أن نرى هاد المعطيات الخطيرة بعدها هي اللي أولا كتهمنا وكهمنا إنصاف ديالذك الروح ديالذك الإنسان ثم أن الرتبة دياله ورقلتها الباح واش حسابكم مغربة كانت سنة ونتين نقول لي ومانا ولا واش واحد من اللي غير يشوف كونينير دوس 28 سنة في الخدمة ديال البلاد فربت محركوش من اللي كان قوله محركوش في اللغة ديال ميليتير ولا البوليس ولا الجندار من إنسان مقاف ديالذك بلا صعفوا بأننا نزيلي حيتي 35 عام يدير جد هكذا يطيره هذا شيء معروف يعرفون أن الناس يخدمون فضل وظائف 28 سنة شنو كتعني كتعني السقامة ديال الرجل واليوم يموت بهالطريقة الباشعة ويقف الشعب المغربي كامل بالداخل والخارج أو السوض الأعظام بالمغاربة الأحرار يطلبوا بالعادل ويقولوا ولا ما تهضروش خليوا أشهدت بالحيس القاضي رانهار اللي مش يخدم واختار ديالخدمة عارف سو بإنها غيدا القاضي عارف سو غالقا مشاكل عارف سو خصي السويبت وعارف سو كيفاش يخدم طبيب نهار اللي كيقرر باش يقول لي طبيب كيختار ويدرس كذا كذا بش يقول لي طبيب عارف سو كي تسنى ونهار اللي كيقول لي طبيب إلا غايجال واحد عملية انها بدراح واخ اللي والطبيب نسكي على خاطره وابلاتي ومش غدي يترقع ولانا تهدك السيد راجي وحده قرطان ويتعلن فيه لا الشريف حيث منك تختار ذلك المهنة، تختار أنك أنت خطرتها ما الذي يدار؟ ما الذي يدار؟ المسألة التي كنت أعودها لكم حيث لا تفهموش وخصنا نكتب لكم صبورة كبيرة ونكتب لك فيها وكنا نقول لك بأن المسألة لا يوجد علاقة بالمؤسسات الدولة بل لديها علاقة ربما بأفراد يعملون داخل هذه المؤسسات وقلنا لكم تسعين مليون مرة أن المؤسسات ما كتخبيش بحال هذا الأندال هذا أو بحال هذه العصابات في أكثر من مرة في الأمن في الشرطة مرحل مرة خرج البالغ منا وصيناها لحموشي مرحل مرة مرات ومرات اللي كيقولك قبطنا قدوا قد هذه الشرطة من الرتب كده 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 شاركوا فيه كده في الجريمة تجارة المخدرات الإبتزاز سرقت سيارة المعاشنين مهم بزادي الجرائم كدت عنن كيخبيهاش هو هو الشاف هو الرئيس كون كانت كدر ما غيقولهاش غايد مصدك شي تمام شدو مخشيهم في الحبس ما عاصق خبار لوالو اللي كدتخرج وانت جاي كدت بالحس على كرشك هلا ما نقولوش لحت هلا كان يمشي بالحبس لان مشكلنا هوا انتظار لي كين دبا هو يطاير بكل شيء كامل ديالك الجياب هنقول له هالك هلا ما في خبارك يطايروي يطايروي تبدلو بالناس خرين فين المشكلة واللي دار العقوبة يدخل الحبس اذا اكبر مشكلة كتوجه بلادنا هو الجهل ديال بعض الاشخاص بحال هذا بحال الابواق راكي يقول لك كان عندي عشرة القرطاصات واحدة العدو وعشرة الخاوانة الخيانة شنو معنيتها هي خيانة الوطن رهن معاني كتير ومفاهيم كتير خيانة الوطن هو من اللي تشوف الظلم ومن اللي تشوف الغش ديال اللي هو مسؤول على ذاك القطع امتسكت تلك هي خيانة فقل خيرا او اصمد او لسي تكلم عن البهائم وعلى الحشائش وعلى ذاك الشيخ اللي تتفهم فيهم اما المجال الحقوقي او المجال ديال المواطنة الحق ما لك وما عليك ديك لغة الخشاب وديك تخربيق ودك شيء ما يديره الناس هذا هو المغرب الجديد واجبات ديالنا كمواطنين وحقوقنا كمواطنين والحقوق هنا رتكلمت على اليوم المرح بان اول حق هو الحقه في الحياة اللي تغتاصب ذاك السيد في حياته وتغتاصبه فيه عائلته في سين ديال خمسة وخمسين سنة بعد حوالي ثلاثين عام ديال الخدمة ماهو ثلاثين عام ديال الخدمة؟ ثمانية وعشرين يعني السيد دخل هو اول ثلاثين وعشرين سنة شعب صغير هالصور ديالي عندي رتشوفهم في ذاك الوقتات شو كيفاش كان ونجيو احنا ونباطحوا والمساس بالامن راهيالك من يتقتل الامني وما يهضر عليك تاوحد هذك والمساس بالمؤسسة في حد ذاته هذك رمساس ما تكون ينير ولا عقيد ولا اسمي اللي بغيتي أنا بوليسي يا الله يجعلو ما يكون ندخل غير راهديت غيقة باش ندخل لهذا الخدمة وماذا وتسكت لا تسكت نقدر نعذرك شي لا تسكت نقدر نعذرك ما أبغيش يعذر ولكن باش جيت والناس ما تهدرش على حق هذك السيد هذك هو الانسان النادي الرخيص البخيص كيف تحرصهم بروسهم وانا الغريف الاول ما يجيو حتى تقول انا اعلامي وكذا الشرفان انا ما تزيدش معي في ذاك الامر ارتبت مع عرصتك انت ولا غيرك قلت لبرح ما انت باش التعليقات بزا اسمحوا لي فبتالي اتفقنا او اتفق المغاربة بدون ان يجتمعوا ويجتمعون على مثل هذه الاشياء اتفقوا جميعا على ان قضية نوردين العطور هي قضية ناشي عائلة العطور قضية وطنية قضية دي كل المغاربة بالداخل وبالخارج الاحترام دي القانون احترام دي العدالة والعدالة تحترم المواطن والمواطن احترم العدالة وهكذا تكون واحد تكامل ونشوفوا فين كين نقائز وفيين كين عندنا الغش نحيدوه بش نتعلم ونخدموها مزيان الكين اللي غيقولي يا اه كداما كداما واخر انا اعطيكم واحد المثال اخر قضية الكورنة نحطوه لها نقطة الولد طريقة اللي حكمو عليهم مؤبد مش حال شنطنطنطن مؤبد وعلى حسب المعطيات اللي طلعت عليهم لا تصريحات لا بدك شي اللي ورى الوليد ديالو كيبالي السيد ما دير وارو در يشاب عنده واحده يشتر انسانا اعطي المؤبد في يومين باق 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 دارو متنتي الجاريمة الله يعاون شدو عدبوه مسكين والقاضي باش نقولكم القضاة وبعد الامنيين وغطت علي ما ديرو باش درعلي خبرة حاصل تصريحات ديال الوليد ديالو ديالو ديال المحامية وبطوي تمكين الحرس ديال المحكامة خلاهو تمثل عشي وطلعه يعني القاضي ما اسمعوش لي وهناك سندقوه نقص الخطر إلا كان قاضي تحقيقه او لا القاضي او لا الرئيس المحكامة وليش كله يعطاهم باش يبديوه ويعطى امر وما نفدوش نصلي صلاة الاسميتو على هاد الناس دو حيث القضاة في العالم كي تسمى القاضي عنده للدين ماشي للدين ديالو باش كي يوكل وكيشتروا الايادي ديالو هو على الامن يمكن يكونوا دارة يمكن يكونوا شرطة اللي كيقولون سيرجيبوا فلان بن فلان عطاهم كده كمشي يجيبوه سيرجيبوا لي الدليل ديال كده 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 ديالو هاد سيدي دار ديال الخبرة الطبية وليد ديال الطبيب وليش نهو انهما كينفدوا هو كي امر ماشي هو يامر وهم يديروا لي فمخهم ويعود يطلعوا بعد سيمانة طاق جابوه متلوبه الجاريمة داروا بطريقة اللي بغاوهما التحاجة ماشي هي هادك ان هاد المسألة الاخوان انا مبغيش نربط شي بشي ولكن كنقول لكم كين احتمال ليش داليل كين احتمال السيناريو هات الناس كون عنده علاقة بالعلاقة ديال كونه العلاج سوف ربعنا بزادي الناس يقولوا ليو تديرها هاد الولد هادام سكين في 2020 حكموه ولكن هناك مصادر اخرى كتقول بان الجاريمة وقعت في 2018 وبالضبط في السيمانة الاولى ديال مارس 2018 اي اسبوع واحد قبل الموت او الوفاة او الاغتيال او غضر الكون لينور ديال العطور واشنو هو اللي كي خليني نمشي بزاف لهذه المسألة هو ذاك الكيس اللي خارج من واحد هاي ادي بواحد الكونسولية او صفارة ديال جنوب افريقيا اعتقد اعتقد اظن ان كانوا ديجا قتلوها ديك السيدة واش افريقيا واش اسياوي لان كل مرة في حتل ذيربال كل مرة كيكتبوا حاجة مرة كيكتبوا سيدة مغربية مرة كيكتبوا اسياوي مرة كيكتبوا اسياوي افريقيا حتى لدرجة ان الناس قلوا قيلة ثلاثة والا اربعة وفي الاخر لقاوا نص وحدة حتى انها في ذيك الخنشة ديال اللي اقدرنا عليها ديال ديال عاش ال تابعة للبيعتة الدبلوماسية ديال جنوب افريقيا لا افكرنا فيها نقدر نقول لكم بانها ولكن احتمال ان يكون هذا الشيء صحيح لان السيدة بقى الاطرف دياله بقى واحد طريف عارتش حال هو اللي داروا في ذيك الخنشة وقالوا كان في شي فرجوا هذا احتمال لانك يتسنوا الفرصة والمشكلة هنا هي ذيك الخنشة ديال الهيئة الدبلوماسية في انداروها الخنشة ديال اللي تابعة الوحدة هي الهيئة الدبلوماسية لانها مشاكل كبيرة غايقوا عندنا مشكل كبير منين خرجت هذيك الميكاوش كون خرجون انت هو المسؤول الاول حيث السيد نورد ديال العطور هو الرئيس الولاء يعني ديال الولاية كاملة اللي مكلف بالامن ديال الاجاني بديالسفرات القنصليات البعاثة اللي كتجي والوفود اللي كتجي للمغرب في الولاية كاملة فبتالي لكون وش كان وجدوها وكانوا كيتسنى واناو ميرميوها في شي بلاصة وغالقاوها في ذيك الخنشة ايدان سهلة حيث انا مكنا نظنش بان ادول اللي داروا في ذيك الخنشة اغبيع طالة فش يديروها ما يديروها في ذاك الكيس اللي ماشي دي ما تلقى ذاك الكيس ذاك الخنشة ماشيش حاجة تتبع في المارشي ولا هتلقاها بسيري ديالها سرقها من تماء وجابها لانها تكون هي الدليل اللي غتلاستقطوهما بالعطور وبنرضي العطور اذا يمكن من بعد حيث ما تنسوش بان الموت دياله وقع ما بين في الويكند ما بين السبت والحد وفات لي قدرت الاحتمالات ديالي وقلت ربما ان هناك تصنط عليه في السيارة دياله قالس مع الشي حد ولا قالس بوحده او هضرت تليفون او قال بان نهار اثنين سوف نعلم بها تخياتنا حيث هو حس بشي حاجة وربما عنده شي حاجة لا تنسوش بشي حالي ذاك الخيشة او ذاك الكيس اللي في البنادم قتلوه في ذاك الليلة كيفاش مع من نسقوه شكون اللي يعارف شكون نسدرجوه شكون نجاب شي شكون ندخل شي شكون نخرج شي هذو اشأة اللي غادي يقولها قضية تحقيق اذا التالي من اللي غايموت المرحوم ذاك الساك غايبقى في ذاك الفريقو غايبقى في ذاك الفريقو يمكن يعني بقى عامين يعني من 2018 إلى 2020 فريقو ورمشيك هدروش فريقو ديال الدراكين الفريقو الكبير كيدر في كنتيناكل كيدر في القاراج مهمة لين شعط الله ميد دا خلاه وش وش نو كان كيدسنه لانا نملك نحلم واحد جي اخرى كان يمكن تخلص منه شوية شوية ولكن نترى معه وش من لي مات العطر أو نردي العطر كون نردي العطر المرحوم وش تعين تاني شي واحد بلاسو هذك اللي غايبت تعين باقي ما تعين شو بغايبت شرية تاني الاخرور ماذا كدر صاكت من معي او ماذا يعني كي حتي مالس كتير غير مهمة لانا نتهموه شاب 21 سنة قطوه المؤبد ما عندو شهود اللي يشافوه يقتل ما لقوش دي ماء في الدار اللي قالوا وراح في الدار عندو مرايبة مياه فين قالوا ورقعة الجاريمة بجات الشرطة العلمية ما كي يلد مياه القوات اللي يستخلوا معاهم وقلب وكده وكده ما كي يمتشي يا مراه وما كي يمتشاهد من غير واحد البربون ما كي يقولوا ليه وحن موت شرد اللي قالوا مراه ذاك اللي يقتل راه ذاك من نصر عطاه ليه هو هو صافي وكتفي ومشي وجابوه ايوه وهات الشهود كامل اللي كان عند كونه النور دي العطور احنا باقي ما شفنا لا 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 الاحتاتيقال باقي ما شفناش اشن هو اشن هو غايكول المصير دي لا دم يلف ومليكا تقول لي ما هو تدير هاتشي راه خطير الى الامن والسلامة دي لبلدنا والطمؤنينة اللي كي متنتعوا بها المغربة هنا راه كانت تسمى النقد البناء مش كانت تسمى عضار الوطان ما عش نوش نو اسم ما هو ما عش نو اسم ما راه مش هو بعيد انك هون كغيري قدرت تقوله الخير لا الا قدرت تقول شي كلمة اللي تنفع بها البناد ولكن تنفع بها البلاد قولها ما عش تسمك انت ولا غيرك لابد انت ولا غيرك حيط لاحظته اندو البداية ولانا عندي تحليلات ديالي راه ما كان زربش راه كان نشوف اقدرت وقالشي حاجة كنقول لي امكن غير بندم انسه ولا اشوف فكر شي حاجة واخرى وقال حاجة ولكن لاحظت وشفت بدءا من اشياء تافي هكى التنتقد في التعليقات اللي أنا شخصيًا التعليقات اللي قد دعون على المهنك شو مش مكيكون اللاي والتمنع عنده هو أباء الندار ومن بعد نطلع واحد يطلع واحد في تليفون كيسب في مره مكينة وش كونها طلال مره بتيسام بتيسام شنو بغتت بتيسام نالها نالها شدع تأي بغتت عرب شميت ش كون خطل هذا مكان هذا مكان ايه وها بتيسام دي بلقينا مالها والخرين نالهم مش عدهم مالهم مالهم على منك يدفعو أنا متى انت قولي انت مالك مالك انت أنا كان ساند هذك الناس اللي عندهم هذ المشكلة هذة كجاع بحالكم كامل اللي كتشوفوني هذي شيء كان في المغربة كاملين يا إما نساند هذك الانسان يحصل على حقه وهنا مشاجر أساند الشخص أساند يعني ما هو حقنا تم غربة كندفع في اتجاه ديال ان الصورة ديال البلادي ما تتدرش بحالة تقول صفيق ما غير بولي صغر كونينير صفاء رحمات مش مشكلة نيه هاني مشتعرفش نيه يموت كونينير وليه يموت عسكري أو شرطي ما نقلوش من باقي المواطنين يعني كنت تكلم هذو يعني واحد درجة زيدة ديال المبنك عسكري أو جندي أو دركي كون بسيط بش يموت بحالة أكثر قيامة نود قيامة نود وانت ترخص وصافي وبش في خلي القضاء ركي يدير خدمته القضاء شكا عليك قدرك محامي قال لك سير طاكع لي عشي قال لك القضاء يرى مخلص باش يدير خدمته وبينسير وراك يدير خدمته ولكن نستحضر دائما نقوله ارى ماشي البارح وقلنا له اليوم حكم رحى ستسنين ماشي ستسنين سيدي حسبها غير من 2021 رحى تلك سنين ارى كون تكدر الخدمة كما يجيب ارى النهار لولدك السيد نتهزم بلاستو من حدا ديك طنوبلة هايقول لهم حبسو هات السيد انا بلي ما ماتشنا انا 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 ما كان فهمو لفدك شي ايك السيد ما ماتشنا هايقول لك كيفاش عرفتها ما كيلا دم لوالو كينا نقطة دية اللي دمت ما في الارض وكان شوف عنده التقبات هنا وكيفاش وهنا ما كينوالو انا حبس عاية الوكيل اللي عامل القضاء ياك والقضاء يقول لك ديروا الخبرة الشرطة القضائية والشرطة الطبية والشرطة العلمية والشرطة وما غنصوص هاتشي سوف يشوفوا ديك الساعة تليفون مديلو مع منهضروا مع كل شي بقيتمها يجبوا لداره على ذاك النبوري يدخلوا يقلبوا وشوفوا يسولوا مع مكان مشكون صيق به مشكون جابوتنا منين داز وغيتلعودوك الشهود كان يفتلك الصباح يقول لسي ايش فينها قبلة في الصباح انا اشتوم على طنج الليل انا اشتوم على الوحدة انا اشتوم على الجوج الليل هذه الخبرة اما باش نتقاوه ركدو الامور من الفين وطمانتاش والالفين وواحد وعشرين او ربعة وعشرين عفوان وواحد وعشرين عدولة جريمة قتل اسمحلي اسمحلي اراها جريمة قتل اولا شي حاجة فيها شكوك انا اشتدك اما الطالب تيسم العائده هذه الحقيقة هذه الحقيقة وتشوف الاخر يعني اني كان قارنانا غير هذه ديالكونينور ديالعطور من عادية لدك الدريطاريخ كان القادة مسكين تقطق في الصباح جريمة في العشيات جريمة صباح متلوبة جريمة عادة تمتيل جريمة المؤدت يلا وجيك واحد رأس من المربع هالقادة هالقادة ايه كان قدات اللي عمار عدار كان القادة اللي دائل والقادة رأيت لكم بأن المشكلة ربما شتة في القضاء حيث القضاء يحكم ذلك اللي عنده في الورق اللي جيب اللي حال هذو قال لهم الدوس يدير له الخبرات الطيبية الدو قام عدار هذو يفرص هم إذا مغينا نعرف شكون كي يحكم في شكون وش القاضي اللي اللي يحكم في القاضي أنا اللي عارف بأن الأمن هو ما للدين ديال القاضي أو ديال المحكمة هو اللي يعطي الأوامر هم اللي يدير السلطة تنفيذية والسلطة اللي يتشرع لا 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 ما عارش المهم الوقفة الدرب جي في جوني الدرب جوني الدرب جوني مابغيت تقولك شنو الدار خلي التال ما بقضلك عقضي لك النار بقضلك شعجو مقداش لي ورا هي دي اللي بغيت نقول لك بحل البارح أنا ما عارش كيستحمروا عيباد لأنا سمعت واحد طلعت معه هذي المغنية لطيفة رعفض وقالوا على أن هذك النصاب اللي كان هنا في إيطاليا راه هم اللي يدخلوه واش نتوما بغالون ولا كتس بغلوا المغربة وهذا كنت عدرت عليه يومين هذي وغاد نقول لكم الخط ودير في بالكم ودخلوه وراء جوجل قلب ه مع رصتكم عقق بغلت نخليهم بتادي روعد نضرب لهم شي موك ماشي مشكل أنا ما عرفت شنو يقلب هم لاش هذك خدمت عليه من 2010 إلى اليوم يطال يكون لك تشوف فيها وعارفي مين هنا بالصح والوحيد اللي عندي مشكل في العالم وماشي مشكل شخصي مشكل أن اعتدع على الناس أنا مدار لي أولو فقط تعتدع للناس وقلت له هذين تكلف بيك تكلف عشر سنين نهار ينطح خوة كون يمير الله دبها خمسات السيما نتادي والأربعة ألور باش هو باش غادين نختم باش ماشي التعريق دي لكم وانتوا وقلبوا على الشي اللي قلت وإلا بغيت وفي كوم حتى في انتم مشو تشوف كل شي ودخلو رح درت واحد لاب وقت في 2016 و2017 ممكن وفي كل شي ودو صير رح تحيتم وقدم الله جمعت هو اللي بتحط البارح هنا هي عاد السيمانة كلها عاد السيمانة كاملة سيتم اعتقالوا من طرف الشرطة الدولية الانتربول الانتربول حرك القضاء المغربي ايه القضاء المغربي محكمة استئناف بمدينة فاس صدرت هاد الحكم في المحكمة في فاس عفوين من نهار عشرين اقلوا عشرين فيبراير الفين وربعة وشرين شنو هادو اللي قال لك لا بغي بتزلطي فرافض لو هالباكور لو هالعابع مذكرة سبب الاعتقال هو تهريب البشر ومساعدة بعض المواطنين المغاربة لمغادرة الطراب الوطني بشكل سري والمتاجرة في البشر هادية تهمة حركة عليها انتربول ديك التخرب ديك اللي بغي بتزلطي فرافض أنا لا أكذب سيدي فرافض نحترموها جميعا عزيزة بزاف ديك سيدة عمري ما اتلقيتها ما كده عزيزة ولكن اختي لطيفة غير ما اطلحيش فهات الزلقات ديك يطيح لك اللي غير تكون عليها عواقق ديك خدمة كبيرة ديك خينة خدمة عندها سنوات باش لانتربول بتحركت إلا كان بتزك أنا ما مكذبكش شي لقيتها لي غيرها تريب ينوبين الله تنتيق حيث كان عرفو ولا حرم كان عرفو مبتز وهذا الشي لش أنا عضيت فيه من 2015 إلى أن عند لانتربول لابا وربما بعد أيام غيكون أمام المحكمة في فس طرح بقى لبولزي الطالية وخ تهمالا للطيفة باش ميزدرد تاشي وحد وانا عرف بأن كان شي صديقات وش أصدقاء اللي هما صديقات لطيفة أن اعتقال ديالو كان بسبب المتاجرة في البشر وتهريب المغاربة بطريقة غير قانونية من المغاربة والتهمة حيث دوسيرة كان عندي هنا سين نوريه لي ورفت لي وره رعي من وره لفي الباسبور أنا اللي درس ها أوكي الناس خرين كل وحي شنه دار أوكي ولكن هذك اللي عنده الشارة خليوني نحيق عليكم تاني الشارة ديال العميد ديال ذك شي وهذا أشنه دار لي كتر على عباد الله ظالم ظالم وضحرة ميت من تبرم وما بغاش حشم جبر وما برحمه والهي في المغرب كانت سنع عزا ثقيلة ما قد يش نقولها خلي تا يوصل تماما إذا ما لكم ما تكون تعتدي على الآخر حي تسمح ما تقدر شهر كل مرة شد في شي مرة هذي نخرج لك تصورك عندي تصورك عريانين نفعلك نترك لي وخلي عباد الله كيبكي وفرق عائلات وفرق هذا دار شل هذا وانا ننقصده سهلين وراه ده بامني كان هذر معاكم وراه ده كان هذر معاهم جهولين رفهم من ناس من أحده يشوفوني وناس اللي عارفين هذي الميل في هذا يبقى ويضحكو خوزان ديال طاليان ديال طاليان رعارفين كاملين ولا أكيد شو واحدة كانش واحدة من طاليان يكتب لينا اللي يخليكم بالعربية بالحق باشي قرأوها الناس أنا ما عرفش كل كين والله ما عرفش واحدة هنا ما عليناش إذن ما تزدرفوش شاي لاطيفة رأفت تقولوا لا لاطيفة رأفت حيط وغيبت الزهاب شو سبب اللي اعتقال ديالو وهو مذكرة توقيف دولي من محكمة الاستئناف في فاس شاربات فاس لماذا فاس لأن الدر اللي تصل بيا هادي عاملين ويولا تلسنين اسمته خالد ها والفاس وتواصلنا عن نمره ديالو ركينا غيرتور عن طلعوه هادر سالينا سالينا معنى التعليق لابتزاز لاطيفة رأفت ولا شي شخص اخر نهائيا ثم هادر ممكن تسميش بتزاز لانها بتزاز من كتصل بك الانسان يقول لك اعطيني الفلوس ولك دا ما ما عندكش دليل ايه قالها لك انا انا لقالتها لطيفة نقول لا يقولها يقولها ويفو تالي هادر ولكن ما كيش أدي اللي اللي بتزاز وشكب نطاليا غادي تشدو لك لانتاربول حي تقول لك بلتي لي بتزك انا جريمة دولية ديال الحريق ديال البشار وديال اشياء اخرى واتشرب الواتعيق زيان ورمض المتشو واحد هو جابر المحراص فقط خدمت عليه هذا مكان سمحوا لي هادي نمشي ندير ألور أمل إدريسي سعاد باريز بونصوار وما الشيخ بارك الله عليك على أين مرقلك الفرنساوية اليوم الناس شوف مون في انت عموا في بانيو عموا في بانيو وصعباش تخلكم شي بحورة ومحتى داركم صاح ما قادش تقول اشنو وقع ما قادش تحلل ما قادش كونك تفل المغريب نمشي مشي لسلام مشي للقريان مشي للكلوبلايس نبحث نصول تلقى الناس تلقى العائلة مشي عن الحجة فاطمة مشي عند ابتسان عند عماه ابتسان شكو اللي قال لنا في ممكن هالشي ناشي انجلس وندير شي كاشكول وندير شي طاقية وما عشنا هوا ولا غرافات ونديرس في واحدة البلاصة وندير ندوي المغريب مشي مشي تلقى اكبر من هذوك اللقاس حينجي اكتر من هالشي هذا اولي على الاقل نقوله ودي هاد المين ما عارشش فيه اه عارش كين نحوه يجلي عيطوين الناس لذا ما امتبهاش هذك الاسمي ثم ما ما نقدرش نقول لك اه الاخ وز اه سنني هذيك وزنا كمال كوكل انتربول لا يتحرك بسبب شكايات كشكايات لا تفرفت نعم اخي الكريم شوف انا ما بايش نذكر التفاصيل ولكن نقدر نعطيكم مشي لعيبات اولا لانتربول بتحرك بطلابين من المحكمة اللي ذكرتها اللي هي محكمة السيناف بفاس اخا لانتربول ما نعطيكم لذي بصاج دارت خدمتها لجا في خباري ايام قبل ايطاليا ايطاليا كترجع لانتربول اللي كان المقار دي لها في ليون في فرنسا مقار دي لها الان كان في فرنسا فرنسا يعني الادارة المركزية نسميها دي لانتربول كتعود تقول لها دوك اوكي تكملوا خدمة دي لكم وصلتهم هنا يا ساعة قبل مش هو جابو سألين انا بتزاز ولا ضربني ولا سبني ولا تشهير يجوك لانتربول تيما شكون ديروا على المولوك عضوا يديروا على انسان ما احترم اللي لاطفها زيما ما شي مشكل وكي اللي ما شي بالصح الحاجة اللي بالصح بالصح وواحد بغيرك بعلي احنا اللي درنا بشينا بشينا الطاليان سيجل الطاليان سيجل يا سيمانو وغضي بتشهير وغضي يحكموليك وينفدو وينزلو لانتربول وينزلو لكوب طيارة شنطان ما عليك طبعا رحطيت شكاية ناس تسنين هذا باش خرجات سفير دي المملكة اللي كان هنا ونقول سيميتور الاخوان دي الإيطالية كنشوفوني سيحسن أبويوب اللي هو سفير المملكة السفير صحيح بالجلالة حطت بيه شكاية هنا عند القضاء لانتربول تخرب يقادو تسحمرو شعي بضلة هذا كولي استحمار لانكم ملفتو ما كتلقوش اللي يقول لكم اللارة مشي هكذاك هو على الأقل تكلموشي حاجة اللي كتعرفوها لانوا طلعوا متلا تعطاوا مع العيالات ولا شي كذباء ولا شي حاجة لان ممنوع لما كيناش القانون 1995 تصيلاربعة وثلاثة وثلاثة كلي هذي فكان يا صاحبي لا حبسو بلاتي لا لا متخبروش لا لا تخليكم حبسو زحاملية ايه كالما كلا زحامل اوليز انا تركينا ما عليناش مشي التعليقات ديركم حسني مشي التعليقات ديركم لحتش اسميتو راير قصارين دابا وانا مشيتاش ديتو حطيت في عيني لما ما ما انتمناش لك الله دافس جي اللي لك تدرك انتي ولك تأمن بحرية تعبير لك حرية تعبير لكل واحد يقول اللي يبغى كل واحد يدير اللي يبغى اطار القانون يعني اطار القانون اشي قانون لغاد يموت الراجل ومسكتو تسكت حقك والله يلاحقك ولكن ما تهدرش ضد اللي كي طالب هذا الشي اللي كنا عرف انا اشي حال ان حوائش تدروا في المغرب كان يكون انا لم تتفقش عليهم كنشوف الناس كي طالبوا بيهم كان يقول واحد اشهولهم ردزوا بزار ديالاشياء كانوا بزار مرحبا منطيقي ولكن ما نجيش ضدهم انا ممتتفقش ولكن انا مشي ضدهم ديالك اللي بنتك تطالب بحقها ما لها شعيدها اه ما لها ما لها هات بتسام منك الكون ما لها ما لها ما لها شعيد ايك لابس ايو ديالك المحامية ما لهم مش عندهم في طالبوا بالحق باينا عرفوها السيد كي باش مات مساكن اه ولا يتبرسهم ولكن ما تجيش عكسهم عكسهم انت مالك مالك وانت مالك شو مالكهم مالكهم مش عندكم مش نو غير قول ناش دركم مصرح مش نو دركم على ما لك تدافعو اخطرنا نقول انا نالي انا كندافع على الحق لذلك الناس مش عادل اليوم سنوات واقول وهو افتخر بصوت عالي مش يقول في العالم يعرفوني مش عادل اليوم وهو احتبرها عياق اللي ابغيت مش طبيعي فما بلوك لكان مولهد الحق صديقي كان جاء اللي قال لك وعليش يقول صديقي وافقنا ولقنا ولا صديقي بحل السيد كان عارفو كان بوليس عادي واخر مرة كان معارض كوميسير مكان مش نقار في الجري ده صديقي قول عادي ما كانت صعبش مع الناس رجال ولا عيال ما كانت صعبش معهم حيث شي حاجة صعب معك تقال تكون عندك شي حاجة ومعند ما تبقاش عندك لا تبقى صاحبي كون بوليسي ولا كون عسكري ولا عندي قام اي واحد اي واحد اي واحد اي واحد صافي حيث ده بوصل للكون يعني هذا ما كان ولا معرف شو يعيش من قرية ديال وليش مرة وحدة مشيت الخدمة شتعاملت شرطة ممتاز ولا شي حاجة بحالك شنية الفرنساوية سيد وزا يدون قلنا لكم نعرفه ما نعرفه هذا مشي مشكل عنده ما يزيد الموضوع ألور أناس أناس كيقولين مسألة طلب الخبرة الطبية التي أمر بها قضية تحقيق في قضية تعديم الملتهم طارق ولم يعرض على الطبيب لا ربما آتوا بشهادة الخبرة الطبية تنفي أطر التعديم بدون إحالة طريق على التشخيص الطبي خي أنس أنا ما أكف هذه الفكرة لكن اللي أعرف أنه ما يدار واشقع في خطر ما كان اللي شهد له التحجم وهنا أنا نقدر نقول يعني الدور ديال المحامف مثل هذه الأشياء بما أن قضية تحقيق أعطى الأمر أنه لي سيدة الخبرة الطبية الموكل ديالي ومن بعد ما ديتوش أنا رجع أنت قاضية تحقيق نقول الله يخليك هذاك الأمر اللي أعطيته رح ما تنفلش حيث القادير عطى الأمر هم لا يعرف إنكي شي يلعبو القادير عطا والقادير عندو حوية شخرين ومشا مش عارفو مشاو 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 مشاو